يوم الحلقة اللي فت على طول كان معي عبدالحكام أبو عالم وحرك سألتني قلت له شاف الماطش جيبوتي عامل ازاي وترك ماطش اسهل ما يكون ماطش ده يخرص خمسة ستة حتى طلع عبدالحكام أبو عالم قال انا اختلف يا كابتن وقال لك ان فيش حاجة في الكرة اسمها سهلة وترك لأ في حاجة اسمها في الكرة سهلة في حاجة اسمها في مباريات مدرجة للمشتوى في خصم سهل في خصم متوسط في خصم جيد في خصم جيد جدا في خصم متاز ده تصنيف معروف في كل شيء طبيعي ان منتخب مصر لما بيقابل جيبوتي انك تكسب خمسة ستة طبيعي جدا وطبيعي انك تعمل ماطش كويس جدا مع سيراليون بس اللي مش طبيعي ان يعني لما نطلع من المباراة ويكون بطل انا شاف انه بطل الجولة مش بطل المباراة بطل الجولة كلها ومحمد الشيناوي فلما يكون حارس مار من منتخب مصر هو بطل الجولة مش بطل المطش لا المطش في كلام كتير نحن نتكلم فيه والاداء ده لو انت قابلت به منتخب اقوى شوية ومنتخب اكتر خبرة شوية وعلى فكرة كنا نتكلمها في الحلقة برضو عن الفار وعن تأثير الفار احنا استفادنا من عدم وجود الفار في هذه المباراة استفادنا من عدم وجود الفار فالمباراة دي كل الظروف كانت بتلعب ولعبت مع متخب مصر كل الظروف نقص عدد دي من كل الظروف تلعب كل الظروف يعني اتعرفت مش هتلعب متخب من المتخبات اللي ببار انا اعتقد انك خلصت حظك كله في المطش ده يعني ده قرص انظار